نعرف تفاصيل أكتر حوالين هذا الموضوع من خلال هذه المدخلة الهاتفية مع السيد عصام الصغير رئيس هيئة البريد أهلا بحضرتك السيد عصام أهلا بك فندم أهلا بك فندم أعرفنا تفاصيل أكتر حوالين هذا البروتوكول وقاليته وأهميته البروتوكول الذي توقع النهاردة المركز الوزراء يركز على أن النهاردة الجهاز المركزي للتعبية والإحصاء كان أقام بعمل تعداد الموسع على مستوى الجمهورية والبريد في نفس الوقت من مصر من الدول القليلة اللي في العالم اللي ما عندناش نظام عنوان سليم وبالتالي لما تطلوب أي حاجة النهاردة بتضطر تستخدمي التليفون وتوصفي ادخل يمين ادخل شمال ادلاء شوبر ماركت وبيتقف في الآخر برضو وده مشكلة بتقابلنا في الإسعاف بتقابلنا في المطافي وتقابلنا في كل مكان البريد بيشتغل فيه بقى لنا أكتر من سنة إن احنا يبقى لنا رمز بريد زي دول العالم كلها زيب كود أو بوست كود الرمز ده بيحدد مجموعة من المنازل أو البيوت ورد إنك تبدي الرقم بقدر أوصل في حدود خمس لعشر مباني أو عشر بيوت وبالتالي بقى سهل جدا إن أنا أوصل ليه مكاني فالنهار ده لو حد جالك من إسكندري بيديره الرمز البوست كود بيقدر السيستم يحدد له السواء لحد ما يوصل لحد باب بيتك لو بتقلو بي حالة طرقة بتقلو بست كود بتوصل لك عربية الساعة لحد باب بيتك وبالتالي ده بيعوض كتير جدا ناقص في أسماء بعض الشوارع بيعوض ناقص في أرقام البيوت وبيوفر بيانات إحصائية على كل مئة متر في مصر طيب يعني سيد عصام إلى أي مدى ده سهل إن هو تنفيذه خاصة إن إحنا عندنا مناطق في مصر إحنا من التكلم ده ممكن يكون سهل في المحافظات والمدن الأكثر تنظيما لكن المناطق اللي هي شوية يعني هي يعني شوية أقرب للعشوائية ومش منظمة بالعكس هو المناطق الأكثر تنظيما الوصول للعنوان أشهل بكير بزبط لكن المناطق العشوية هي أكتر مناطق استفاد من الرمز البريدي لأنه بياخد بلوك من عدد من البيوت وبتأخذ رقم الرقم ده لا يقرر على مستوى الجمهورية الأرض الجهاز المركزي للتعبية والإحصاء عنده حجم من البيانات البقيقة اللي تم تجمعها في التعداد السكان الأخير بما فيها الخرائط لمصر بما فيها كل بيت في عدد سكان قدهي ورقم البيت قدهي التعاون اللي تم النهاردة احنا شايفين انه مشروع وطني كبير جدا انه تبقى مصر من ضمن الدول المتخدمة اللي في العالم اللي فيها خرائط ومعلومات جغرافية وكل واحد فينا ليه رمز بريدي بقدر اديل اي دليل بريدي يوصل لحد عندي او لو انا بعمل أوردر من بره النهاردة اكيد بنلاقي البوست كود الحاجات الأساسية النهاردة ممكن الترد نحاول مرة واثنين وثلاثة انه يوصل لك البيت وما يوصلش لانه مش عافينه يوصل للبيت هيا اخد وقت قديل لما يتم تعميم هذا الامر احنا بدئين بمناطق تجربية اولا حل عاصمة الادرية الجديدة عندنا القاهرة الكبرى وبالتالي واغذين المشروع على مراحل اللي يتكلم على وضع رمز بريد كل منطقة على الخرائط مصر كلها انا بشكر شكرا جزيلا سيد عصام الصغير رئيس هيئة البريد شكرا لهذه المتابعة شكرا للمشاهدة